في قاعة الشرف الإيرانية نفضت رياح الدبلوماسية الغبارة عن سجادها الأحمر المواعيد في تزاحم وقوائم الضيوف تطول ليبقى السجاد الأحمر مشغولا بأصحابه واستقبالاتهم هنا تبدو الصورة ظاهريا تشيدا لمقولة الرياح التي تأتي بما تشتهي الصفن إلا أن سفينة الدبلوماسية الإيرانية تعي تماما أنه من الاستحال على رحلتها أن تكتمل بنجاح وسلام من دون رياح مواتية من الجيران الأقرب وعلى وقع الإدراك هذا تخطط طهران وتتحرك في محاولات لم تتوقف لاستمالة وإقناع جوار العربي والخليجي تحديدا بحسن نواياها هذه المرة جهود قد تطول ولن تكون سهلة على الأغلب لتحقيق ما تسعى إليه طهران في العلن على أقل تقدير في العلن لأن الابتسامات الإيرانية الواسعة أمام عدسات الكاميرات وحول طاولات التفاوض النووي خلال الفترة الماضية لم تفلح حتى الآن في إخماد قلق الكثيرين في المنطقة حيث يحفظ لطهران سجل طويل من المناورات والتدخلات والمغامرات والتحذير من عواقب وتبعات المغامرات الضرة هو توصيف الذي لجأ إليه وزير الخارجية السعودية عادل جبير في واشنطن في عقب لقائه نظيره الأمريكي جون كاري ردا على الاتفاق النووي الذي أبرمه الغرب مع طهران وكما وضعت القوى الست الكبرى نقاطها الواضحة على سطور الاتفاق مع إيران لابد للدول الأقرب والخليج في مقدمتها أن تضع نقاطها على سطور ما بعد الاتفاق من هنا انطلقت الرياض في تدوين مواقفها على لسان وزير خارجيته في واشنطن محدرة من رد حازم على أي تصرف ضر وغير شفاف قد تقوم به طهران بالاستفادة من الأوراق الجديدة التي وصلت إلى يديها بفضل التوقيع أسئلة واستفسارات كثيرة تبقى مفتوحة ومعلقة على الرغم من كل رسائل التطمينات التي دأب عراب الاتفاق الأمريكي على تقديمها منذ اللحظة الأولى للتوقيع مساعي أمريكية سيسعى وزير خارجية واشنطن جين كيري لطي صفحتها خلال اجتماع الدوحة حيث وعد بالإجابة على جميع الأشئلة التي ستنهال عليه أمام الكاميرات وخلف كواليس لقاءاته بوزراء خارجية الدول الخليجية فهؤلاء هم الأدرى والأقرب جغرافيا وتعهدات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ريف التي نصقها ورتبها خلال جولته الأخيرة في دول المنطقة تحت عنوان التأكيد على حسن النواية كلها لم تلغي ولم تشطب حقيقة بقاء أذرعها ممتدة على حالها في الأرجع في اليمن جنوبا والعراق وسوريا ولبنان شمالا ومن هنا لم يبدو المرشد الإيراني للكثري مغردا خارج السر حين خرج في خطبة العيد متعهدا بعدم التخلي عن أصدقاء تهران في المنطقة ومن قائمة الأسماء التي مر عليها المرشد في خطبته ينطلق الكثيرون في تفسير تحركات وتناثرات الأوراق الجديدة القديمة في المنطقة كما سينطلق وزراء الخليج في تساؤلاتهم وتحفظاتهم ومطالبهم التي يدعونها بإصرار على طاولة اللقاءات مع كاري وما بعده